يحبنا وأتوسل إليك بهذا الاعتقاد يعني الذي أراه بحسب مفاهيم يجب أن تصحع أنه لا فرق بين هذا وذلك بين أني أنا أتوسل بذات النبي أو أتوسل بمحبة للنبي أو بمحبة النبي لي أو بمحبة النبي لله أو بمحبة الله للنبي كلها دائرة في هذا الموضوع طيب يعني قد يكون المتوسل بذات النبي مباشرة قد يكون فاته اللف قد يكون لو أردنا أن نحمله على حسن الظن وأن الأخ مجدي يقول اللهم إني أتوسل إليك بنبيك وأنا أقول اللهم إني أتوسل إليك بمحبة لنبيك يعني الألفاظ في الحقيقة ما ينبغي أن تكون فارقا في قضية الكفر والإيمان يعني نعم الألفاظ لها تأثير أننا نحن ما ننكر هذا أن الألفاظ لها تأثير أن الألفاظ لها قيمة لكن هنا أيضا نية وضمير وعمل وقلب لابد من مراعاته ولا نشق صدر الناس حتى نعرف ما بداخله يعني نحن ولا نشق قلب الناس كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أظن لخالد هل شققت قلبه أو لأسامة الحاصل لواحد من الصحابة هل شققت قلبه فدخلت فيه أو رأيت ما فيه لا يعني ليس معناه أن يناهد أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكن ليس معناه أنني أقول الألفاظ لقيمة لها لا كيف توسل سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه بالعباس رضي الله عنه عام النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف يعني تريد أن تقول أنه لماذا لم يتوسل بالنبي يعني أولى يعني أولى أنه ترك التوسل بالنبي وتوسل بالنبي يعني تتم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذه القضية أيضا يسيء كثير من الناس فهمها وهي قضية العباس لما قال عمر بن الخطاب اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك والآن نتوسل بعمل نبيك فكثير من الناس يظن أن هذا معناه أن عمر بن الخطاب لا يجوز التوسل بالنبي لأنه مات والرجل إذا مات فقد صار لا قيمة له ولا نفعله ولا فائدة منه ولذلك توسل بالعباس لأن العباس حي والجواب الجواب على هذا من قضية مهمة لا بد أن نتنبه إليها وهو أن المسألة هنا ليست مسألة التوسل فقط وإنما المسألة هنا يتجذبها أمران الأمر الأول توسل وهذا على جريان اللف في قوله اللهم إننا نتوسل والقضية الثانية وهي المهمة أن هنا المسألة مسألة تكليف بعمل دنيوي دنيوي لا بد فيه من وجود من يقوم به وهي قضية الاستسقاء فالمسألة هنا في الاستسقاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهن كان يخطب لهم الآن انتقل إلى الرفيق الأعلى فالوظيفة هذه انتقلت إلى من يقوم بها في الدنيا وهو الاستسقاء بمعنى الخطبة والدعاء والتوجه إلى الله بالسؤال هذه كلها وظائف دنيوية تحتاج إلى واحد موجود على وجه الأرض يقوم بها فهنا عندما قال اللهم إنا كنا نتوسل أنا أفهم بحسب قانون مفاهيم يجب أن تصحح أن هنا كنا نتوسل المراد به يعني كنا نستسقي لأن نبيك كان موجودا على وجه الأرض يعيش في دائرة الحياة الدنيا أما الآن فقد انتقل إلى البرزخ وهذه الوظيفة ما يقوم بها أهل البرزخ وإنما يقوم بها أهل الدنيا القضاء الإمامة الخطابة الاستسقاء كل هذه مسائل ما يقوم بها إلا أهل الدنيا أما أهل البرزخ ما يقومون بذلك فلذلك عندما قال عمر بن الخطاب اللهم إنا كنا نتوسل أنا أفهم منها وغيري يفهم منها ممن هو إن شاء الله يكون من المنورين أن معنى اللهم إنا كنا نتوسل أي كنا نستسقي وهذا الاستسقاء هي قضية قضية دنيوية يقوم بها إمام على وجه الأرض لا علاقة لها بالتوسل إنما استعمى اللفظ توسل لأن معنى التوسل اتخاذ الوسيلة والإمام الذي يصلي بك الظهر أو العصر أو المغرب هو وسيلتك في هذه الصلاة والإمام الذي يقودك في الجيش هو وسيلتك في الجهاد والإمام الذي يحكم بين الناس هو وسيلتنا إلى إقامة العدل فهنا الوسيلة بالمعنى العام وليست الوسيلة بمعنى التوسل الخاص الذي فيه الكلام فمن هنا العباس عمر بن الخطاب قال اللهم إنا كنا نتوسل أي نستسقي والآن نبيك محمد قد انتقل إلى الرفيق الأعلى وقام بهذه الوظيفة يقوم بهذه الوظيفة غيره وهذا الذي يقوم بهذه الوظيفة ما قام بها لشخصه ولا قام بها لذاته وإنما قام بها لقربه من رسول الله يعني أيضا لا يزال المقام النبوي متدخل في الموضوع فذلك يقوله كنا نتوسل بنبيك فتسقينا والآن إيه نتوسل بن العباس ابن عبد المطلب من حيث هو العباس لا نتوسل بعم نبيك إذن هنا الصمغة النبوية المحمدية متداركة في الموضوع وحاضرة في المسألة في قضية التوسل وحتى في الاستسقاء هذا لأشخاص ولكن إذا كانت آثار جماد رغم أن أعلم علم اليقين أن الجماد تحرك في حب النبي صلى الله عليه وسلم ودليل على ذلك أحد جاب الأحد نعم لما كزت يعني في وجود الحبيب صلى الله عليه وسلم وشعر به واستشعر حبه فكز وكذلك الشجرة الجزع الشجرة اللي كان في المسجد في المسجد أن وحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكما أشرته من قبل حضرتك في أحد الحلقات على أن الطعام والحصر تكلم فيه سبح سبح طيب وسبحت الحصباء أه وسبحت الحصباء في بطن كفه صلى الله عليه وسلم يقول وسبحت الحصباء في بطن كفه نعم الأثار هل يجوز أن التوسل بها معلوم أن التوسل بالأثار لا لأنها أثار من حيث هي أثار أنا ما الذي أحب في الديار أو الذي أحب في الآثار أو الذي أحب في المشاهد أو الذي أحب في الأماكن قد أستشهد ببيت لكن أظن أنك تنتقدني فيه وتقول لي أنت تستشهد بقول المجنون مجنون ليلة وهو ما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديارة مجنون ليلة يقول أمر على الديار ديار ليلة ديار ليلة أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديارة هذا كلام المجنون نعم هو المجنون على ليلا وأنت مجنون في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مانع والإنسان يأخذ الحكمة حيث كانت خذ الحكمة من أفواه المجانين نعم فهذا مجنون نطق بحكمة وقال أني أنا أمر بالديار وهذه الديار ديار ليلة وقبل هذا الجدار وهذا الجدار لا محبة في الديار من حيث هي ديار ولكن محبة في من سكن تلك الديار والذي سكنها هو المصطفى صلى الله عليه وسلم والثاني يقول خليلي هذا ربع عزة فعقل قلوصيكما ثم انزل حيث حلتي ولا تيأسى أن يغفر الله ذنبكم أو كما قال إذا أنتما صليتما حيث صلتي فأنا لماذا أنظر إلى الآثار ولماذا أنظر إلى الديار جدار لا قيمة لها لكن أنا أنظر إلى من ارتبط بتلك الديار وبتلك الآثار وملاحظة الارتباط بين الديار والآثار وبين من حلها وبين من سكنها من الأمور الإسلامية المعتبرة ترجمة نانسي قنقر